والمتعاطفين والأصدقاء بالداخل والخارج والشخصيات الوطنية الدولية اللي اتصلت بإلحاح منذ اقتيادي الساعة الاقتادتني الشرطة شعر إدارة الأمن هاي الليلة من أجل تعرف الأخبار ومن أجل التضامن ونخبرهم هاي الناس الحبيبة كاملة لقلبي ونخبر جميع الموريتانيين والموريتانيات ونخبر الرأي العام الوطني والدولي عن مواجهة حقيقية مع نيلار ضد القانون وضد الدستور وضد أبسط القوانين أنا تميت إلينا عيقلة لإدارة الأمن من أين جيت مدير الأمن من ولاية عرافات بن واكشوت اللي هو المعياطلي قال لي عنه معي يطلبي لإراع عدلت دوهل التيام الماضيين نشاطات مظاهرات وعن ذيك المظاهرات المسيرات ما هي مرخصة وعن هذه المظاهرات التالية قلت اليوم في ولاية عرافات عنها مظاهرات ذيها العنف مستخدمين والمتظاهرين وعن يانه هو اللي قال اللي هم يستخدمون وقلت له عنه يلقى الموحك وقال لي عنه عنه سلطات العليا وعطاه هوامر عنه أي مظاهرة لا تخليل ما هي مرخصة عنه ليحكمني أنا شخصيا ويحيلوني للسجن ويحيلوني للقضاء قلت له عنه صلى يحكمني لك ما عينه قاعده نفوته ولا عينه نمشي عنه وقلت له عنه ليالا يطلع ليه أن يعود حد منه الهرام خلال التلاهر السلمي القانوني الدستوري اللي نعدله نعوده قلنا خطابات ما هي موافقة الدستور والله ما هي موافقة القانون والله ما هي موافقة الاتفاقيات الدولية اللي مصابقة عليها موريتان وقلت له عنه يا الله يا عياطلي منين يعودوا المتلاهرين الإراويين فيهم حد كب قدح الحد والله دقدك شي الحد والله خل في سكينة حد والله كريد تركي شرطي والله كريد تركي واحد من هالجال شقه ولا رد له الخطير ولا رد له الخطأ هذا منين نعدله نحن الإراءة يا الله نسدعانا كمسؤول أول في المنظمة يا قيد قلت له نحن الإراءة ذاك ما نعدله نحن نضالنا السلمي وتظاهرنا السلمي ولا هم شي يقد يشنقر علينا من قد احترام القانوني اللي قلت له ما هو قانون انتم به اللي القانون ماكم احترمينه والدستور ماكم احترمينه وحق التظاهر السلمي حق مدستر مشروع ونحن ماكم لي تتركونه لا بالبط لا بالحفز ولا بالتعليم اللي تعرضه والتظاهر المو مرخص وله سلمي وله قانوني وله دستوري ذا اللي معدل قدام الرئاسة ونهارات معدلين وقومكم انتموا وانصاركم وزلامكم ولا قطوا اسميتوهم ولا قطوا استدعيتوهم وقال لك قلت له عن إراءة كانت انقرزت مظاهرات وعدلتهم اسبوع وفار وقال لكم اكد لك كان رئيس إراءة عن هل يتعدل مظاهرات سلميات كيف كانت تعدل مساعد خلقته ولا طاريه هاشه ليتم لا تعدلهم وإلى عددهك انا حبس علي حبس علي لرق وكردني لرق ومشيني لكبارك لرق ويطبقوا هي الكبارك ذاك اللي قالوا لك عم يطبقوا هي لرق سعي شمو وهذا قتلوا هو القائل لك إراءة ما قطوا رخصتوها ووال منها هو اللي مو دستوري ولو شرعي ولو قانوني وخارج عن القانون وجريما رفض ترخيص إراءة ورفض ترخيص كل منظمة وحزب لأي مواطن مويني دوري يتمتع الحق الدستوري في التجمع وفي التنظيم وفي التواهر وفي التعبير هذه هي الجريمة منع الحقوق الدستورية هي الجريمة وقال لي وقلت له عني مان تدريب الحبس وقلت عني مان خايف الحبس وقال عنه اعندريم الحبس وقدموا عمل رجع قالوا الموت الموت والسبيل لا تستعدين وقال لي وقال لي عن محانة أول مظاهرة عن نشوف تليد نشوف الشمس قالوا أول مظاهرة دور التخريق شاء الله تعالى ان تفرق قالوا من الاوعي ووجه للموريتانيين والموريتانيات والأحرار في الموريتان وفي العالم أن ماضي مضيا لا رجعت فيه بهذا النضال السلمي الدستوري القانوني وراضين للاستبزاز ونظروا الرأي العام الواطني والدولي يطرحوا البال لهذه التهديدات العنيفة اللاقانونية اللا دستورية الدموية يطرحوا لها البال وليهين عقبضوا سيرة هذا المفوضة اللي قائلها وصيرة كبارو اللي قال عنه نمآمرين بيها هذا السبوع ينوزعون في العالم كامل ووزعوا للمواطني كامل ويا الله المواطني يعرفوا القاتلوا والجلادين المستعدين لقتل المواطن الموريتاني اللي ثبت التعبير الدستوري القانوني الشرعي اللي في صاحب المواطنيين وصاحب التوعية الوطنية وصاحب اللحمة الوطنية وصاحب تصفية الإرض الثقيل في المجتمع الموريتاني من عبودية وعنصرية ومن ديكتاتورية ومن خمور ومن خضر ومن لايساني